فاركت على منتخب مصر عايز اعرف رؤيتك ايه لمنتخبنا الوطني مع كروش وانت عارف الاحداث كلها اللي حصلت ومباراة بكرة امام السودان والمباراتين اللي فاتوا امام نيجيريا وغينيا بسم الله الرحمن الرحيم والله قاسين قاسين كتير كتير على كيروش اخوانا المصريين كتير مش ما نقولش كلام اخر لانه قاعدين تشوفوا وتشاهدوا في المستوى الفني اولا البطولة الافريقية المستوى ما زال ما ارتقاش معناها خليني يقول متوسط بش ما نقولش اقل شوفوا المنتخبات اللي نقوله معناها قبل الدورة انها مترشحة ونتاج متاحة ونوعية اللعب اللي تقدم فيه خاصة اكثر من نتائج شوفنا نتائج اليوم شوفنا نتائج مبارح شوفنا نتائج المباريات الاولى والثانية يعني الى حد الان نصلا ماش منتخب ارتقى الى مستوى ولا لعدة عوامل اولا ارضية الملعب ارضية الملعب ماش قاعدة تساعد كثير في المنتخبات اللي تحب تفرض لعبها تفرض نوعية لعبها عندها مهارات فنية عالية تلعب بالوان تاتش بالتو تاتش تحب تتسلسل بالكولة من الملاطق الخلفية صعب كثير وخاصة اللي تملك معناها لاعبين عندهم مهارات فنية عالية جدا حاجة ثانية اللي المنتخبات اللي بين قوسين اللي كنا نقول عليهم معناها ضعيفة في افريقيا ونفوزوا عليهم بالثلاثة والأربعة ونمروا احنا كمنتخبات قوية يعني خاصة المنتخبات جمال افريقيا المستوى بجاي تقارب البعض بجاي تقارب البعض المنتخبات هذي اللي بين قوسين الغيرها صعب عندها لعبين محترفين ولهم ما ينعبوش في منتخبات كبيرة في أوروبا لكن محترمين لعبين نسق المباريات عندهم مش مثل قبل الدوريات متاحة نوعا ما نوعا ما خلين يخود تحسنت نرجع للمنتخب الوسط اللي هو السؤال مهم جدا انا نشوف انه عادي عادي جدا نتائج ممكن فما شوية الشي اللي هو شوية على المدرب المنتخب كيروش انه تغيير شوية في مراكز بعض اللاعبين ما ننساوش انه ما عندوش فترة كبيرة مع المنتخب ما زال يبحث شوية نوعا ما تقول لي انه خساره وقت كبير لكن لا مش وقت كبير بالنسبة لمدرب منتخب انك تعرف انت لما تكون تدرب في فريق يعني اللي تعمل وانت في شهر في فريق ننبر متعورقكم الحسس التدريبية اللي تعملهم انت في فريق مع فريق يعبدو مدرب منتخب في سنة يعني في فتاة مهمش كثير الفريق تغير شوية نوعا ما شوية داخلوا اللاعبين مهمين جدا مع البطولة العربية ممكن قاعدنا احنا نذكر كثير البطولة العربية اللي بطولة مغايرة جدا مستوها اقوى مستوها اعلى وخاصة الملاعب مش هي نفس لكن اظن انه لما تشوف مقومات المنتخب المصري المنتخب المصري انا حسب رأي الشخص فيه مش ببعيد في الدورة فرجاني ساسي تأثر بعد رحيله من نادي زمالك مستوى يعني تأثر فنيا طبعا مش هي تأثر فنيا لانه مش نفس مستوى الدوري المصري مستوى الدوري الدوري القاطري فما زوز ثلاث فرق معناها ممكن ماكشموم في مستوى عالي بالمحترفين متاعهم ونوعية اللاعبين اللي موجودين يعني القدرة التنافسية قلت شوية نوعا ما في الدوري الخاطري على عكس المنتخب الوطري اللي فما معناها فرق تنافس لعبين محليين خاصة على مستوى عالي جدا على عكس الدوري الخاطري بدون أدنى شك ثم الدوري الجماهيري عنده عنده خيمة كبيرة تعرف لما تكون تلعب جماهير كبيرة أو جماهير عريضة مش نفس الشيء لما تكون مناع إلا في بعض المباريات القليلة عند الجماهير في المناع بدون أدنى شك أنه تأثر فنيا بمستوى